شهدت سعادة السيدة روان بن تجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة لامع وشركة فينمارك كومينكشنز وذلك بهدف تنظيم برامج شبابية مشتركة والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بتطوير وتنمية الكوادر الشبابية بهذه المناسبة اكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب ان الوزارة تسعى دائما الى دعم التعاون بين هيئة لامع والمؤسسات الوطنية بهدف توسيع فرص اشراك الشباب في مختلف الملتقيات والمنتديات وزيرة منسوب الخبرة لديهم ورفع مستوى المهارات والامكانات مؤكدة اهمية اتفاقية التي ستشكل منطلقا اساسيا للوصول الى اهداف هيئة لامع في تطوير مهارات الاعضاء والمشاركين في المشروع الوطني لامع تابعت وزيرة شؤون الشباب ان الوزارة تتطلع لبناء القدرة الوطنية الشبابية والاستثمار في طاقاتهم وامكاناتهم لتمكينهم واعدادهم لاداء دورهم المحوري في صناعة المستقبل اشتركوا في القناة